موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بحضرتكم الحلقة جديدة من برنامجكم مؤشر النيل هذا البرنامج بالأرقام والتحليل وبتحليل أكثر واقعية بنتابع أداء مؤشرات البرصة المصرية اليوم الخميس آخر هذا الأسبوع المؤشرات ارتفعت بشكل جماعي حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبرصة EGX30 بنسبة 57 من 100% ليبلغ مستوى 11453 و43 من 100 نقطة كما صعد مؤشر أسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 81 من 10% ليبلغ مستوى 2254 و63 من 100 نقطة شملت الارتفاعات مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا الذي أضاف نحو 85 من 100% إلى قيمته ليبلغ مستوى 3212 وثمانية من 10 نقطة على صعيد القطاعات النشطة في السوق اليوم جاء قطاع العقارات في مقدمة القطاعات الأكثر نشاطا في السوق بنسبة 23 و49 من 100% جاء في المرتبة الثانية قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 13 و74 من 100% أما قطاع رعاية صحية وأدوية فقد جاء في المرتبة الثالثة بين القطاعات النشطة بالنسبة 38 و33 من 100% هذا وقد ارتفع رأس المال السوق لأسهم الشركات المقايدة في البورصة بنحو 3.5 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 677 و8 من 10 مليار جنيه وسط عاملات كلية بلغت بنحو 3.9 مليار جنيه وطبعا سنتابع تقريرنا اليوم عن أداء البورصة المصرية بس يسمحوا لي في البداية أن أرحب بالأستاذ أحمد الراوي خبير أسواق المال ضيف في هذه الحلقة أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك خلينا نطلع للتقريب بسرعة وبعدين نبدأ التحليل تفضلوا مدعومة باستمرار عمليات الشراء من قبل المؤسسات وصندوق الاستثمار العربية والأجنبية واصلت مؤشرات البورصة المصرية تعزيز مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي لدى إخلاق تعاملات الخميس ختم تعاملات الأسبوع فيما مالت تعاملات المصريين نحو البيع وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 بنسبة 0.57% ليبلغ مستوى 11453.43 نقطة كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 1.2% شملت الارتفاعة مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا والذي أضاف نحو 0.85% إلى قيمته وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 3.5 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 677.8 مليار جنيه واصل تعاملات كلية بلغت نحو 3.9 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت 2.2 مليار جنيه ومالت صافي تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بقيمة 95 مليون جنيه فيما مال صافي تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء بقيمة 6 مليون جنيه كما مال صافي تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء أيضا بقيمة 88 مليون جنيه وفي ختم التعاملات ارتفعت أسعار أسهم 97 شركة فيما تراجعت أسعار أسهم 53 شركة وحفظت 33 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة تبعنا مع المشاهدين الكرام هذا التقرير السريع ندى البورصة المصرية اليوم نبدأ فقرة التحليل مع الأستاذ أحمد الراوي خبير أسواق المال أهلا بحضرك أستاذ أحمد أهلا بحضر يعني طبعا جلسة الخامسة على التوالي احنا تاني أسبوع في يناير والحمد لله ما شوفنات جنيور إفكت لغاية الوقتي ومشى الأمور كويس وارتفاعات جيدة وشايفين 70 مستمر على ارتفاعاته من السنة اللي فاتت EGX30 بدأ يتحسن وبدأت الأمور تصعد فيه يعني احنا كسرنا الـ 1100 اللي كانت عاملة مشكلة يعني سريعا كده جلسة النهاردة هل هي كانت ملخص لجلسات الأسبوع ولا استمرار لها شايفت الجلسة ازاي لا هو استمرار لها احنا الأسبوع دوات احنا فيه ارتفاعات متولية على طول في EGX30 و EGX70 اعتقد احنا كده وصلنا كسرنا المقاومة اللي هي 1100 لسه قدامنا 11500 اعتقد دي برضو مقاومة مهمة تاخد وقت ولا؟ اعتقد مش من أول مرة يعني ممكن في أول الأسبوع الجاي نلاقي بعض الانخفاضات علشان نقدر نكسرها تاني مرة احنا في سايدوي من لو احنا بصنا على النظرة الكبيرة احنا في سايدوي من شهر الستة اللي فات احنا ما بين 11500 ل 10250 فديت حوالي سايدوي كبير وانس ان احنا نكسرها او لما نكسر ال 11500 اعتقد ان احنا قدامنا ارتفاعات كبيرة ممكن توصل لل 12500 او 12400 تحديدا بس ما اعتقدش ان هي ممكن تكسرها ال 11500 من أول مرة لا اممكن ناخد مرة اتنين تلاتة بالنسبة ال EGX70 بيواصل التقدمه نهاردة عامل نيوهاي جديد اعتقد لسه قدامه بعض الوقت في المكاسب بتاعته ممكن يكمل خلال الفترة اللي جاية ودي بيبين مدى البورصة المصرية دلوقتي احنا التداولات كمان تنشط اكتر معدل التداولات اليومي حتى النهاردة او بقالنا اسبوع بنعمل مليار ونصف كل يوم وده معدل كويس ونأمل ان هو يعدل اتنين مليار في الفترة اللي جاية طيب EGX100 برضو مازال شغال كويس وشايفينه ووصل تلاتة امتين يعني اكلمني عن EGX70 و EGX100 لان دول بتوع المصريين وهم المصريين اللي شغلوهم الوقتي لا حقيقي شايف 70 لسه قدامه كتير طبعا احنا عارفين خلا نكون صرحة ان من 2008 من ساعة الازمة العالمية من الخبوط اللي هبطناه واسعار الاسهم في 70 اقل اقل من القيمة الحقيقية في الايام الاخيرة عملت في بعض الاسهم عملت طفرات 600% شايف ده هيستمر والمحافظة تبدأ تتبدل عليها والدنيا هتبقى ماشية كويس وحقيقة رديت عليها احنا بقى حوالي 5 سنين EGX70 في اقل من الاسعار متدينية جدا ما فيش تدولات عليك اسعار اقل من الاسعار الحقيقية كمان بتاعت الاسهم بكتير هو البورصة المصرية كلها اقل من الاسعار الحقيقية خلينا نأكد كده البورصة المصرية كل الاسهم ما زالت اقل بكتير من الاسعار الحقيقية لا اقل انها بالدولارية فبالتالي EGX70 تجه المستثمرين المصريين بالذات لي من شهر 6 اللي فات ابتدى ينشط جدا كبديل لEGX30 ابتدى نشوف ارتفاعات احنا EGX70 طلع في خلال الست شهر اللي فاتوا او لغاية اخر السنة حوالي 48% فده ارقام كويسة في بعض الاسهم طلعت فيه 500 و600 لانه بيتجه الافراد في عدد الاسهم الموجودة او ال Free Float اللي هو الاسهم المتدولة اقل فبالتالي بتقدر تتحرك فيه اكتر فبنشوف تفارات سعرية هيكمل اه ممكن يكمل ويكمل كمان فترة كبيرة يعني احنا مش بنكلم بس في فترات هنلاقي EGX30 بياخد هو التبديل بيبدل والناس بتبدل المحافظ لEGX30 في فترة زي ما شفنا احنا ابتدينا في الفترة الاولانية من اول يناير ابتدينا فيه الاسهم القيادية زي البنك التجاري الدولي EGFG هرماس بعض الاسهم القيادية جدا ابتديت تتحرك وبنشوف فيها قوة مراكز شرائية كبيرة من السنديل السمار اللي بتؤدي اعتقد ان هي هنشوف ارتفاعات في EGX30 لفترة اللي جاية كمان طيب بما ان احنا اتكلمنا عن السيولة السيولة مزالت قليلة ومليار ونصف على مصر قليلة بس ده ممكن يكون مرتبط بعدد الاسهم الموجودة في البورصة المصرية خلينا اسألك امتى نشوف السيولة ترتفع وامتى يكون السوق جاذب للسيولة اكتر وامتى نشوف الحركة في البورصة المصرية ترجع للأيام اللي احنا كنا منتظرينها بس حيك الرأس المالي السوقي في مصر بالنسبة لو قارنناها بالنسبة للمنطقة مش مقدرش اقول لا الرأس المالي السوقي كويس بالنسبة للمنطقة ولكن معدل الدوران او معدل التداول اليومي هو بالنسبة للمنطقة او الليدرس في المنطقة لا احنا اقلب كتير وبالذات لو قارنناها لو عملنا ده بالدولار يعني مليار ونص يعني حوالي احنا بنكلم فقالي من 100 مليون دولار فبالتالي ده بالنسبة في حين السوق السعودية جنبك بمليارات دولار بحوالي 300-400 مليون دولار كل يوم فبالتالي لا احنا قدامنا شوت كبير المستثمرين الأجانب احنا لازم نبتدي نشوف شعية المستثمرين الأجانب على أسهم ايه اعتقد فيه تروحات جديدة التروحات الجديدة دي هتزود راس المال السوق وبالتالي شعية المستثمرين الأجانب والسندية الأجنبية السندية المصرية تبتدي بقى فيها تداول كل ده يؤدي ان احنا ممكن نوصل ل2 مليار و2 مليار ونص وده البورصة بتنشودين تمام طيب على الجانب الآخر مازال كوفيد 19 وكورونا المستجد شغال في العالم واغلاقات في بعض الدول العربية والأجنبية الحمد لله احنا مازلنا يعني ماشيين في النص الحمد لله شايف ده تأثيره على البورصات العالمية شايفين الدهب مازال واقف عند أسعار عالية ومازال هو الملاز الآمن شايفين البترول برضو بيتزبزب فوق الخمسين شوية تحت الخمسين شوية مجالات الاستثمار المختلفة العملات الأجنبية برضو مازالت بتتحرك العملات المشفرة وصل البيتكوين وصل 40 ونزل بارح 33 أو يعني بتتكلم في حاجات تانية احنا مازلنا فعلا بعيد عنها بس تأثير كورونا على الأسواق العالمية وعلى مصر هل شايف السوق المصري بقى بيخاف منه ولا مازالت الأمور حمد لله ماشي لا احنا مازالت الأمور ماشي احنا ما بنخافش من كوفيد 19 الدنيا الحمد لله في مصر تم التعامل معها بشكل جيد الأرقام اللي بتطلع من وزارة الصحة مطمنة إلى حد كبير فبالتالي لا بالنسبة للبورصة لا ما زلنا إلا في بعض القطاعات اللي هي بتتأثر الأرباح بتاعتها ودي أعتقد ان سنة 2021 هنشوف الأرباح بتاعتها ان شاء الله كويس ده بالنسبة لأول حاجة بالنسبة للدهب والبترول طبعا الدهب هو الملازل آمن احنا شفنا ارتفاعات في الدهب فبالتالي كل المستثمرين ببرة هيدخلوا برضو على الدهب مع الإغفالات اللي منشوفها مرة أخرى في الأسوال العالمية أو في الدول اللي بره البيتكوين أنا بقول هي العملة المستقبلية هي هتيجي هتيجي زي بالزبط الموبايل لما كان زمان بنتكلم انه ما فيش حد يملك موبايل لا دلوقتي بس القصة كلها انه يتحط بعض الريجليشن أو الإطار القانوني التي يسمح بتداول هذا البيتكوين هي أو غيرها العملات المشفرة عموما هي كلها دائم هي بالزبط حقيقة تداول إلكتروني زي ما كانش فيه حاجة اسمها تداول إلكتروني زي ما كانش فيه حاجة تجارة إلكترونية النهاردة التجارة الإلكترونية زادت بس في 2020 حوالي 60% على مستوى العالم كل العالم ابتدى يتجه إلى التجارة الإلكترونية إلى البيتكوين أو الكريبتو كارنسي زي ما بنقول بس أعتقد حسن لما يدخل مصر أعتقد أن البنك المركزي لازم يحط له لوائح وقوانين تضمن أن ما يبقاش أبواب خلفية لبعض التلعبات أو التمولات الغير مرغوب فيها تمام طيب خلينا نرجع إلى EGX30 احنا شايفين ارتفاعات قوية صعود الشرقية للدخان يعني مازلنا مربوطين في 30 بالCIB والوزن النسبة للCIB أكيد طبعا لأنه ويتد على الرأس المال السوقي هو أكبر رسم المال السوقي موجود في مصر لو بصنا على EGX30 فيه ثلاث قطاعات هي اللي بتمثل أهم قطاعات في EGX30 اللي هو البنوك والخدمات المالية غير المصرفية والعقارات التلاتة دولار بيمثلوا حوالي 50% من التداولات في البورصة المصرية وفي نفس الوقت بيمثلوا 45% من رأس المال السوق تمام وما زلنا بنقول هما التلاتة دولار هما القاطرة اللي هتقدر تدخل في EGX30 للأرقام اللي احنا بنتكلم عليها لما يكسر الـ 11500 طيب هل تشدين معهم قطاعاتهم في EGX70؟ لا ملاهاش علاقة يعني خلينا بغاضحين لا هي ملاهاش علاقة EGX70 في أسهم تانية بقطاعات تانية مختلفة يعني هنلاقي فيه قطاعات تانية قوية جدا وبوتينشل بدرجة قوية جدا في مصر وما زالت أقلب كتير من الأسعار الحقيقية بتاعتها طيب أنا شايف في EGX70 رأس المال بيدور كده بشكل منظم يعني المصريين بدأهم يعني اللي احنا بنقول عليهم الأفراد أو المضاربين بدأوا يشتغلوا بتقطاعات يشتغلوا يمسكوا قطاعين ثلاثة يمشوا فيهم بعدين ينقلوا على قطاعين ثلاثة تانيين وده بيساعد EGX70 كل إنه هو يطلع وطبعا ده أكيد بعد ما تم تعديل المعادلة بتاعتها بزر تمام فده بيدي مؤشر حقيقي للأسهم شايف إن القطاعات دي هيبدأ فيها تدوير الفلوس شكل أحسن في الفترة الجاية بالذات لما يبقى فيه كمان طرحات زي مثلا احنا سمعين عن صافي وسمعين عن شركة تانية تتبع الجيش كل الطرحات دي بتزود الماركت ديفس أو العمق السوق في مصر كل دي بتؤدي إلى تدوير الفلوس كويس بدخول اللي هو نيو انفاسمنت أو استثمار جديد سواء من جوة مصر موجودة في البنوك أو من بره مصر من ممثلة في سندي أجنبية إن النهارده بنتون تشوف الأسبوع دوت فيه الاستثمار الأجنبي زاد 350 مليون جنيه شراء صافي شراء مستثمرين أجانب والمؤسسات صافي شراء حوالي 248 مليون جنيه فبالتالي لا فيه دخول مراكز شرائية موجودة سواء من المؤسسات الأجنبية أو المؤسسات المصرية تمام طيب إي جي أكس ثيرتي أعتقد أنه عاد موضوع السي آي بي تمام والأمور مشت بس نرجع تاني النقطة اللي احنا دائما بنكلم فيها اللي ناس كتيرة نادوا بيها وناس كتيرة معترض عليها يعني فيه شقين في المتعاملين في البورصة سواء من المستثمرين أو من البروكرز فكرة تعديل معادلة الإي جي أكس ثيرتي بالذات أنه خلاص ما عادش مسوق عالميا هو بقى حاجة مصرية محتاجين أنه هو يبقى معدل الأوزام بتاعته حقيقية عشان نبدأ الناس تحط فيه ناس بتقولك لا تخليه زي ما هو وكل واحد سهمه زي يعني يتابع سهمه هو وناس بتقولك لا احنا عايزين يشوفه بشكل حقيقي أكتر هو الأحسن تسويق الإندكس الثانية يعني معنا صح أنا أخليه إي جي أكس ثيرتي زي ما هو وسوى المؤشرات الثانية يعني عندنا ثيرتي كابد وعندنا سيفنت وعندنا هندل وكان عندنا ففتي وسبنتي يهو تعدل في شهر اثنين اللي فات إي جي أكس ما يتعدل في شهر خمسة اللي فات وبالتالي احنا القصة كلها نحن نسوى الإندكس ديت ونخليها من أهم المؤشرات الموجودة لما المستثمر يبص على سوء المصري ما يبصش على إي جي أكس ثيرتي بس إي جي أكس ثيرتي ليه الكريتيريا بتاعته والإي جي أكس مية أو إي جي أكس سيفنتي ليه الكريتيريا بتاعته اللي احنا نقدر نشوفها ونبص على السوق ككلك بنظر عامة في الآخر إي جي أكس ثيرتي هم أهم 30 شركة نشطة من حجم السوق وفي نفس الوقت إي جي أكس مية من أهم الشركات المية اللي موجودة لستة في البورصة المصرية خلينا اسألك كده هل شايف أن مش عايز بقى تكلم في الدعم والمقاوم نحنا تكلمنا فيهم كتير لكن شايف على المدى المتوسط مش عايزين نقول على المدى القصير احنا عندنا من واحد لثلاثة ده مدى قصير من واحد لستة ده مدى متوسط ومن هنا لأخر السنة ده المدى الطويل شوية أو اللي هو متوسط لطويل شايف الشرطات بتاعة التحليل الفني صاعد هابط ما زلنا في نطاق عرضي شايف الـ potentials قدام الناس إيه؟ إحنا على المدى المتوسط ما زلنا قدامنا 11500 على EGX30 لو كسرناها إحنا بنتكلم إحنا كسرنا الـ sideway الكبير اللي إحنا داخلين فيه من بلنا 6 شهور وبالتالي أنا أعتقد أن فيه 1200 نقطة أصادنا من 11500 ممكن لـ 12800 أعتقد أن إحنا مش هنكسرها من أول مرة بس هنكسرها في خلال الربع الأولاني من 2021 طيب شايف أن المضاربة هي اللي غالب على البرصة الوقتي ولا فيه potentials أو فيه إمكانية أن الناس تبدأ تبص لموضوع الاستثمار على الأل المتوسط والطويل خلينا أوضح حاجة برضو المضاربة هي جزء لا يتجزأ من أي سوق عالمي فبالتالي إحنا النهاردة لما بنقول أسهم مضاربة لا مش أسهم مضاربة أنت بتبص على السعر وبتشتريه في منطقة معينة وبيتبيعه في منطقة معينة تانية ده مش مضاربة ده استثمار قصير الأجل وليس مضاربة على المستوى أنا بكلم على لو حد حط فلوسه بدل ما يحطها في البنك ممكن يحطها في البورصة فده استثمار طويل الأجل لأنه بيأخذ في البنك 12% لا في البورصة هتديله أكتر من كده بكتير في الفترة اللي جاي في 2021 تمام طيب خلينا برضو نوضح النقطة دي تانية عشان الناس كتيرة برضو بتتلخبط فيها فكرة أن المضاربة عشان الناس أخدها أن المضاربة دي أمار تمام إحنا بنتكلم على فكرة الاستثمار قصير الأجل إن أنا هشتير السهم عند سعر معين أنا محدده الخبراء محدده نهولي أنا شايفه على الشرطات ودائما إحنا بنقول خلي مؤشرك هو سهمك صحيح يبقى إحنا بنبص على النقطة دي ونبص على نقطة البيع والله ما جابش نقطة البيع هو قاعد معك شوية وقد أنت مستثمر فيه جاب نقطة البيع فقال من كده قد أنت بتبيع وتشوف سهم تاني صحيح كلام ده؟ ده حقيقي وفي نفس الوقت خلينا برضو نوضح نقطة الاستثمار هو الشراء والبيع في فترة زمنية والأهم من ده السعر يوم بقى يومين 3-4 بعد النظر بعد سنتين 3 ما هو ممكن بعد سنتين 3 بس هي القصة كلها أنا بشتري بسعر معين هو السعر ده أنا شايفه كويس ممكن يعني مثلا أهم ساهم في البورصة المصرية والبنك التجاري الدولي أنا ممكن ما اشتريش البنك التجاري الدولي 150 جنيه لأنه لا يستحق هذا لما يوصل 150 ممكن أشتري ب180 لأنه أنا شايفه بوتنش إنه هو يوصل 200 دي مش مضربة ده استثمار الاستثمار ده بيتخل في سعر معين أنا شايفه كويس علشان بتوقع إنه هو يوصل للنقطة التانية بس تمام طيب البرصات العالمية وتأثيرها على البرصة المصرية هل مازالت مرتبطة بشكل كبير خاصة في النزول الحمد لله احنا شايفين طبعا داو جونز من الوقت وماشي الأمور كويس معاه ومعدي هياطي يعني ما شاء الله ما زلت بقول إن البورصة المصرية لسه قدامها كتير احنا في النزول مع داو جونز أو البورصات العالمية فعلا إحنا بننزل بنتأثر آه طبعا بنتأثر إن إحنا جزء لا يتجزأ من البورصات العالمية العالمية لما بنطلع ما بنطلعش كتير أنا شايف إن إحنا يمكن علشان رأس المال السوقي أو التداولات ضعيفة يعني أقلب كتير من المفروض يكون عليه هنطلع لا إن شاء الله هنطلع وهنشوف طلعات كبيرة في الفترة اللي جاية بإذن الله طيب أخيرا فكرة إن البورصة إحنا عارفين كتب كلها بتقولنا إن البورصة دا هي أساسا مصدر تمويل جيد جيد للشركات وفي نفس الوقت إحنا محتاجين الشركات تبقى لستد في البورصة عشان تبقى أكثر تعبيرا على الاقتصاد هو هيستفاد والبورصة تستفاد المستثمرين هيستفادوا ناقص إيه عشان الدور دا يبقى حقيقي ويبقى على الأرض ندي إيج أو ندي حاجة للشركات محفزات محفزات للشركات علشان إنها تبقى لستد في البورصة زمان كان فيه بعض الوفارات الضريبية لو هو لستد في البورصة بعض الوفارات الضريبية لو هو فوق الرأس المال أكتر من حاجة معينة كل دا ممكن يساهم كتير إن الشركات المتوسطة أو الكبيرة إنها تدخل تبقى لستد جوه البورصة ونشوف تداولتها البورصة أهم بعض الدول اللي جنبنا بدون ذكر إسمها طبعا هتعمل قانون أو يمكن عملت القانون إن أي شركة فوق رقم معين هي لازم تكون إجباريا داخل البورصة لأنه هو الاتصاد محتكد هي إحنا عندنا إجباريا داخل أي شركة مساهمية إجباريا داخل البورصة ولكن فيه اشتراطات لوجود في الفئة ألف والفئة بي والفئة جيم كل دا اشتراطات بتحطها هاية الرقاب المالية أعتقد إن إحنا ممكن نشوف الحجم المتداول في السوق أعلى من كده وبالتالي يدخل لها بمستثمرين طيب شايف البورصة الأسبوع الجاي إن شاء الله هتبقى عاملة إزاي قد نرى بعض الانخفاضات شوية ده بروفت تيكينج أو جني أرباح بسيط لأن إحنا وصلنا للمقاومة اللي هي 11.5 أربل 11.500 ممكن ننزل 200 نقطة نوصل إلى 11.200 وبعد كده نبتدي نشوف هنكسر إمتى إلى 11.500 إن شاء الله أستاذ أحمد الراوي بشكرا جزيلا لتحليلك ووجودك معنا النهار دي شكرا الله بشاهدينك كرام الشكر الموصول لحضراتكم على متابعة مؤشر نيل بنعمل مع البورصة المصرية لتحليل أكثر واقعية تابعونا دائما بقلكم تحيات فريق عمل هادية الحلقة وتحيات حسن الدين إلى اللقاء اشتركوا في القناة